كانت هذه ليلة رأس السنة في العاصمة بغداد أمنيات العراقيون ذاتها منذ 16 سنة مضت أمن واستقرار وازدهار وحرية في التعبير والقرار وسيادة وطنية هذا ما بدأت السلطات العراقية العمل عليه مع زخم من الضيوف القادمين إلى دار السلام ولم تسهم تلك الزيارات والحوارات بوقف الصراع الأمريكي الإيراني في العراق سجل الربع الأول من العام 2019 جملة كوارث فيضان يدمر المحاصيل الزراعية إبادة جماعية تعرضت لها الثروة السمكية وكان الجرح الأكبر هو فاجعة عبارة الموصل عقب الفيضانات جفاف حاد أتى على ما تبقى من المحاصيل الزراعية التي نجت من الفيضانات لم ينجو شيء في العراق من سطوة الفساد وسلاح المنفلت وصراعات الأحزاب المتناحرة كانت تعرقل استكمال الحكومة وتنفيذ برنامجها الحكومي أنذاك الصراعات لم تنتهي حتى جاء تشرين أول انتفض خلاله الشعب العراقي ضد الظلم والقمع والفساد وتواصلت التظاهرات ولا تزال في بغداد وفي عشر محافظات في الجنوب وذلك سعيا لوضع حد للمحاصصة المقيتة وسطوة الأحزاب الحاكمة ويؤكد المتظاهرون أن لا عودة قبل تعديل الدستور وتغيير النظام السياسي وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة الانتفاضة قطفت أهم ثمارها وأعادت الوحدة للعراقيين طوى العراقيون إذن عاما آخر وأملهم يتجدد اليوم في مستقبل أفضل وإن غدا لناظره لقريب